السلام عليكم أصدقائي قبل أي شيء أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس سيصلكم كل ما هو جديد في القناة تحذيرات نيابية من المساس برواتب الموظفين حذرت النائبة عن محافظة ميسان دلال الغراوي اليوم الثلاثاء من المساس برواتب الموظفين وذلك بحجة العجز الحاصل في ميزانية الدولة العام 2020 وقالت الغراوي في بيان إن رواتب الموظفين خط أحمر لا نسمح المساس به مهما تكون الأسباب ونحذر الحكومة الاتحادية الحالية واللاحقة والجهات ذات العلاقة من الاقتراب من مصدر قوت المواطنين وأشارت إلى أن تداعيات الأزمة المالية ستكون وخيمة في حال عدم إنصاف شريحة كبيرة من المجتمع داعية الحكومة أن تعالج مشاكلها بعيدا عن تلك الرواتب وهي ملزمة بتوفيرها وشددت على أهمية أن تعمل على تقليص الصرفيات غير الضرورية التي تخص أنفاق الدولة بعيدا عن الرواتب وانتقدت الغراوي تصرفات الحكومة المتعاقبة برامي أعباء السياسات الاقتصادية الفاشلة على كتف الموظفين دائما مستغربة من تلك السياسة باستهداف الرواتب بذريعة ضغط النفقات وتقليل العجز شكرا جزيلا للمتابعة شكرا جزيلا للمتابعة